الفصل الرابع السياسة البريطانية من النزاعات بين نجد والحجاز ووساطة بيرسي كوكس في محاولات تسويتها في الفترة من 1915 إلى 1923 واحد الاهتمام البريطاني بمشكلات نجد مع الحجاز ونشاط بيرسي كوكس السياسي بعيد اندلاع الحرب العالمية الأولى وحتى 1918 اثنان دور بيرسي كوكس والمبعوثين البريطانيين لوقف النزاع المسلح بين نجد والحجاز على تربة والخرمة من 1918 إلى 1920 ثلاثة الوساطة البريطانية ممثلة ببيرسي كوكس وآخرين بشأن مشكلة الحج بين نجد والحجاز وانعقاد مؤتمري العقير والكويت لتسوية خلافاتهما الحدودية من 1920 إلى 1923 أربع الخاتمة واحد الاهتمام البريطاني بمشكلات نجد مع الحجاز ونشاط بيرسي كوكس السياسي بعيد اندلاع الحرب العالمية وحتى 1918 بدأت بريطانيا تدرك قوة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود من 1902 إلى 1953 في الجزيرة العربية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى فأرسلت إليه الكابتن شيكسبير الوكيل السياسي في الكويت الذي قام برحلات عدة إلى الجزيرة العربية لا سيما عام 1913 التي شهدت لقاءه مع ابن سعود قبل ضمه الأحساء بهدف التقريب بين الأخير وأمراء الجزيرة العربية لا سيما بعد قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 وما بعدها لدعم المجهود العسكري البريطاني في محاربة الدولة العثمانية وحلفائها من آل الرشيد أمراء حائل واستنادا إلى تقارير كوكس المرسلة من البصرة إلى حكومة الهند والمؤرخة بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 1915 التي أشارت إلى وجود اتجاه في الكثير من مناطق الجزيرة العربية بالميل نحو أمير نجد والأحساء مع وجود شريف الحجاز الحسين بن علي في مكة المكرمة وعلينا التذكير أن السياسة البريطانية تجاه الخليج والجزيرة العربية كانت تتجاذبها مدرستان الأولى يمثلها كوكس وهي تعبر عن سياسة حكومة الهند القائمة على أهمية دور ابن سعود في أوضاع الجزيرة العربية فضلا عن الخليج العربي والثانية هي مدرسة القاهرة المكتب العربي في القاهرة المعاكسة لها والمنادية باستمرار الاعتماد على الحسين بن علي شريف الحجاز وكانتا كلتا الجهتين السياسيتين تدعم وجهات نظرهما في الحاكم الأصلح من الآخر في حكم الجزيرة العربية ولأجل حصول بريطانيا على ضمانات ودية لصالح دول الحلفاء ومحاولة كسب دعم ابن سعود في حملتها العسكرية لاحتلال العراق وجعله حليفا مع بريطانيا في الحرب فقد أوفد كوكس مبعوثه شيكسبير الذي استدعاه في أثناء إجازته فوصل البحرين بطريقه إلى الرياض في مهمة تهدف لإقناع ابن سعود في المساعي البريطانية لزهزحته عن موقف الحياد الذي اتخذه إزاء الحرب وقد رفض أمير النجد والأحساء أن يشترك مع بريطانيا في محاربة العثمانيين كما رفض محاربة بريطانيا كما أراد العثمانيون ولما أدرك شيكسبير أن العثمانيين حلفاء الألمان يرسلون السلاح إلى سعود بن رشيد في الفترة من 1908 إلى 1919 أمير حائل حليف الدولة رأى أن تعضيده لأمير النجد والأحساء واجب يمليه عليه أهمية وقف التغلغ للعثماني والألماني في بلاد العرب حتى أن شيكسبير نفسه شهد وقوع معركة جراب في الرابع والعشرين من كانون الثاني 1915 بين النجديين والرشيديين التي أصر شيكسبير في الاشتراك بها مع الأولين مما أدى إلى مقتله في المعركة لذلك أخذ كوكس يقدر مركز أمير النجد والأحساء لا سيما بعد بنائه قوة عسكرية مرتكزة على أفراد لهم عسكرات مستقرة يعتمد عليهم أفضل من البدو المتنقلين وبدأ اتصالاته معه ففي مطلع كانون الأول 1915 طلب من الحكومة البريطانية أن تفوضه عقد معاهدة مع ابن سعود وبعد حصول موافقتها بدأ كوكس يعمل على تنظيم مقابلة بينه وبين ابن سعود حيث أبحر من البصرة إلى ميناء العقير وتمت المقابلة بالفعل في السادس والعشرين من كانون الأول 1915 ويعد اجتماع ابن سعود كوكس في العقير أول مرة يلتقي فيها أمير النجد والأحساء مع المسؤول البريطاني وإن كان قبل ذلك قد دخلا في مراسلات ومفاوضات كثيرة والذي يهمنا من اجتماع العقير ما ثناوله بشأن موقف بريطانيا وكوكس من العلاقات بين نجد والحجاز فقد أوضحت مصادر تاريخية أن السلطات البريطانية في الخليج العربي ممثلة بكوكس قدمت في اجتماع العقير وعودا بدعم ابن سعود ضد الأخطار المحدقة به المتمثلة بشريف الحجاز فضلا عن أمير حائل كما أوضح ابن سعود إنه لن يقبل أبدا بوضع في نجد أدنى من وضع حسين في الحجاز وادعى لنفسه سلطة مساوية وقد أشار الأمير النجدي أنه أرسل كتابا إلى كوكس حول علاقته مع شريف الحجاز جاء فيه الآتي لقد أكدت أن عليه أي حسين إذ نوى أن يكون صادقا وأراد الاتحاد معي وأن نعمل يدا بيد أن يعطيني تعهدا ووعدا قاطعا بحصانة مناطقي وأتباعي وبالامتناع عن تجاوز حدودنا وإذا جاء رده بالإيجاب وتصرف بأمانة فلن يتدخر أي جهد من جانبي إن شاء الله لمساعدته بكل ما في قدرتي مقابل ذلك اجتمل اجتماع العقير الذي تمخض عنه عقد معاهدة دارين في السادس والعشرين من كانون الأول الف وتسعمائة وخمسة عشر بنودا أهمها اعتراف بريطانيا بسلطة ابن سعود على إمارة نجد والأحساء ضد الأخطار المحدقة بها على أن يتعهد الأخير بعدم التعرض لإمارات الخليج العربي ذات العلاقات التعاهدية مع الحكومة البريطانية وقد سأل كوكس ابن سعود عما يكون موقفه من الحلفاء في الحرب ومدى مساعدته لهم فكان جوابه صريحا إني أساعدهم بأمرين الأول عدم إيقاع ضرر مني طالما التعاقد بيني وبينهم مرعي الإجراء والثاني عدم انضمامي لأي حليف ضدهم فضلا عن ذلك فقد أثار كوكس مسألة الخلافة الإسلامية مع ابن سعود في العقير إذ سأل المسؤول البريطاني أمير النجد والأحساء عن رأيه بالخلافة فأجابه إنه لا يحبذها لنفسه وذكره بشريف الحجاز كما طلب كوكس من ابن سعود أن يعطيه وعدا بعدم محاربة الحسين بن علي فوافق على ذلك شريطة أن لا يتدخل الشريف في شؤون نجد وإذا فعل ذلك فعل الحكومة البريطانية أن تلتزم جانب الحياد والثاني الطلب من الشريف أن يوقف كلامه بوصفه مالك العرب وأن لا يخول نفسه الحديث باسمهم فتعاهد كوكس بذلك ولكن واقع الحال يشير إلى أن الشريف كان يتعامل مع البريطانيين على أنه يمثلهم في الخليج العربي كما أنه لم يبدي تعاونا مع أمير نجد والأحساء وفي أثناء اجتماع العقير أكد كوكس لإبن سعود أن استقلاله غير مهدد ودعاه لزيارة البصرة بطريقه إلى الكويت التي وصلها بعد وفاة مبارك الصباح لتهنئة ابنه جابر الصباح بتوليه الحكم بهدف استمرار الاتصالات البريطانية مع أمير نجد والأحساء في خضم تقدم القوات البريطانية لاحتلال جنوب العراق وهو الأمر الذي وثقته المصادر التاريخية بالإشارة إلى وجود مثل هذه الاتصالات عبر الرسائل المتبادلة أو المبعوثين البريطانيين الذين كانوا يفدون إلى نجد ومما يستلفت النظر أيضا في اجتماع العقير فيما يتصل بموضوع الدراسة أن كوكس لم يشر إلى المفاوضات والمراسلات التي كانت دائرة في تلك الآوينة بين مكمهون وزير الخارجية البريطاني والحسين ابن علي في الفترة من الرابع عشر من تموز الف وتسعمائة وخمسة عشر إلى العشرين من كانون الثاني الف وتسعمائة وستة عشر والتي نتج عنها قيام ثورة الحجاز ضد الدولة العثمانية وعلينا تسليط الضوء على ما دار من نقاشات في اجتماع العقير بشأن علاقة نجد بالحجاز فالملاحظ أن معاهدة العقير وإن اهتمت بالحدود الشرقية لإمارة نجد والأحساء وعلاقتها بإمارات الخليج العربي لكنها لم تتضمن أي تعاهد من ابن سعود بعدم الاعتداء على الشريف حسين مما جعل الباب مفتوحا لحدوث خلافات بين الحجاز ونجد في حدود الإمارة الغربية التي شهدت سنواتها اللاهقة توترا تحول إلى نزاع مسلح بين نجد والحجاز لأسباب تتعلق بعدم ترسيم الحدود وتنقل القبائل القاطنة على حدودهما فضلا عن عوامل أخرى ولكي تتمكن بريطانيا من إضعاف خصمها الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وإدراكا من المسؤولين البريطانيين لأهمية أمراء الجزيرة العربية والقبائل في المنطقة لدى السلطات العثمانية لأنهم في تعاونهم مع هذه السلطات سيضايقون المصالح البريطانية في الجزيرة العربية نفسها وفي المناطق المجاورة مثل الخليج العربي والعراق وبنجاحهم في دفع الشريف حسين بن علي إلى إعلان ثورته في الخامس من حزيران 1916 تكون بريطانيا قد حققت انتصارا كبيرا في شغل السلطات العثمانية بحرب داخلية كلفتها الكثير من الجهود السياسية والعسكرية وعندما وجدت السلطات البريطانية أن الحسين قد يتعاون معها لتطلعاته الشخصية الواضحة في زعامة الجزيرة العربية أخذ التكيل له الوعود وبأنها ستقيم دولة عربية مستقلة يكون هو رئيسها ولم يكن وعدها بإقامة دولة عربية إلا وسيلة لدفع الحسين بن علي على الاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء وقد كانت الحكومة البريطانية تنظر إلى الأخير وأمراء شمال الجزيرة العربية على أنهم شيوخ قبائل يمثل كل منهم نفسه وحسب ومعلوم أن تلك الحكومة قد أنشأت المكتب العربي في القاهرة من أجل الاتصال بالحسين ودعم حركته إلا أن حكومة الهند كان لها رأي مغاير وردت على المكتب العربي بأنه كان مبالغا بمساندة الحسين على حساب ابن سعود ولم يتردد ابن سعود في بداية الأمر من الإشادة بثورة الحجاز فقد أوردت مصادر تاريخية ما قاله بشأنها بما يأتي إن واجب كل عربي أن يساعد الشريف ويتعاون معه في محاربة الأتراك أي العثمانيين ورد الشريف على هذا الثناء ببرقية الشكر مما يدلل على وجود علاقات طيبة بين نجد والحجاز حين ذاك وأرجعت المصادر البريطانية مخاوف ابن سعود بأن يمضي الشريف بعد إعلان ثورة الحجاز فيدعي بالسلطة على أقسام نجد وتأييدا لهذه المخاوف لاحظ أن الشريف في إعلانه استقلال العرب كان يظهر وكأنه يعاملهم كمجموعة مجملة وهو موقف نظر إليه ابن سعود بعين القلق وفي الثامن من أيلول 1916 كتب أمير نجد والأحساء قائلا إنه تسلم رسائل من الشريف يطلب فيها التحالف والمعاضدة وأنه بعث بجواب يقول بخصوص المعاضدة أنه يستجيب بأفضل ما أوتي من قوة أما بخصوص التحالف فإنه يذكر الشريف بأنه في الوقت الذي لم تكن له أي ابن سعود أي مطامع في الحجاز فإن الشريف من جانب آخر اعتاد بذل المساعي للتدخل بين القبائل والأراضي الواقعة تحت نفوذ ابن سعود وأن الشريف إذا كان مخلصا في رغبته في التحالف فعليه إعطاء عهد مخلص بالامتناع عن كل أنواع التدخل ضمن حدود ابن سعود أو بين رعاياه فجاءت إجابة الأخير بأسلوب أزعج ابن سعود إلا أن الأمور تغيرت فيما بعد لا سيما بعد أن أخذت القوات العربية تنجح في إخراج العثمانيين من الجزيرة العربية فقد شعر ابن سعود ببعض القلق من مطامع الشريف وطموحاته وأبلغ بريطانيا يتساءل هل أن الحسين قد حصل على تعهد منكم لسيادة العرب لأن هذا يؤثر في نجد وفي الوقت نفسه أخذ يظهر احترامه للشريف في رسائله الأخيرة إليه كما بادر الأخير بإرسال رسالة لابن سعود يطلب منه مشاركته في القتال ولم يرد الأمير النجدي إلا بعد أن تشاور مع وجهاء نجد ثم بعث للشريف يخبره أنه سيرسل أخاه للمساهمة في الحرب ضد الدولة العثمانية وأنه يود تجنبا للمشاكل تحديد الحدود بين الطرفين إلا أن هذا أغاض الشريف وهذا يتضح من خلال رده غير الإيجابي على ابن سعود الذي أثار امتعاضه وراح يتعاون مع العثمانيين ضد الشريف إذ أبدأ استعداده للعمل مع الشريف علي حيدر الذي جاء إلى المدينة المنورة شريفا جديدا بدلا من الحسين بأمر من السلطان وذلك لضرب الحسين فضلا عن اتصاله بالقائد العثماني فخري باشا قائد المدينة المنورة للوقوف ضد الحسين إلا أن فخري باشا لم يستغل هذه الفرصة معتقدا أن المدينة ستحافظ على مقاومتها من دون مساعدة نجد فاعتذر عن قبول مساعدته فازدادت مخاوف ابن سعود من أطماع الشريف حسين لذلك طالب الحكومة البريطانية أن تبين له ما يجري وأوضح لهم ما يدور في ذهنه حول تقديمه مساعدة للعثمانيين مما اضطر البريطانيين إلى الاتصال معه ووعده بحل المسألة سلميا مؤكدين له استقلال نجد وكانت مخاوفهم تقوم من تعاون الأمير مع العثمانيين والعمل بالتالي على إعاقة الحملة البريطانية لاحتلال العراق أو أن يهاجم ابن سعود جيش الشريف ويعيق تحركات لورانس لورانس العرب في سوريا ورغم أنه اطمأن بعض الشيء وغض النظر عن الشريف حسين نتيجة للوعود البريطانية إلا أن الشريف فاجأه بإعلانه الملكية على العرب في الثاني من تشرين الثاني 1916 فاستاء ابن سعود لهذا النبأ واحتج لدى البريطانيين الذين بدورهم لم يكونوا راضين عن هذه الخطوة من الشريف وعلى أي حال فإن بريطانيا تمكنت من إبطال مفعول اللقب الذي تقلده الحسين الذي صار ملك الحجاز بدلا من ملك العرب ونتيجة لذلك اقتنع ابن سعود بموقف الحكومة البريطانية ومما يعزز ذلك ما جاء في الوثائق البريطانية المنشورة عن حالة عدم الرضا التي سادت النجد من تصرفات الأشراف بعد إعلان ثورة الحجاز إذ اتضح من رسالة بعثها ابن سعود إلى كوكس مؤرخة منذ الثاني عشر من أيلول 1916 أي قبل إعلان الملكية بيّن فيها أنه بعث برسالة إلى الشريف علي بدل والده ما نصها لقد كتبت إليه رسالة مناسبة وشرحت له امتعاض العرب نحوه ونحو الأثراك بسبب أعمالهم التي جعلت كل العرب يكرهونهم ويلاحقونهم وتجلى موقف كوكس من ابن سعود والحسين في دعوته السلطات البريطانية إلى أهمية الاعتراف بالأول بوصفه يحتل مكانة في الجزيرة العربية وأن الحسين لم يكن قويا في حكمه لبلاد الحجاز لأمور تتعلق بسياسته الداخلية وإدارته لشؤونها لذلك أوعزت حكومة الهند البريطانية إلى كوكس ممثلها في الخليج العربي ضرورة الاجتماع مع ابن سعود بالعقير في الحادي عشر من تشرين الثاني 1916 قبل قدومها لحضور مؤتمر الكويت الثاني للتشاور ببعض الأمور ظاهرها مقاومة آل الرشيد في حائل أما واقعها فهو محاولة استجلاء الموقف البريطاني من إعلان الحسين بن علي نفسه ملكا على العرب في الثاني من تشرين الثاني من العام نفسه وخلال اجتماع العقير جدد كوكس لأمير نجد والأحساء حرص بريطانيا على استقلال نجد بالكامل شريطة تحاشئ الخلافات مع الحجاز وقطع دابر التهريب الذي نشط بين الخليج العربي من ناحية وبين حائل ودمشق من ناحية أخرى وتعد بريطانيا أي اعتداء على الحسين بمثابة اعتداء عليها لكن المسؤول البريطاني تعاهد مقابل ذلك بحفظ جميع حقوق نجد حسب ما ورد في اتفاقية دارين عام 1915 وبعد انتهاء مؤتمر العقير وجه كوكس بوصفه كبير الضباط السياسيين في العراق دعوة إلى ابن سعود لحضور مؤتمر الكويت الثاني في العشرين من تشرين الثاني 1916 نيابة عن الحكومة البريطانية التي دعت إلى عقده يوم الثالث والعشرين منه فضلا عن جابر الصباح شيخ الكويت وخزعل خان شيخ المحمرة وأكثر من مئة شخصية من زعماء العشائر في الأحساء وجنوب العراق لأجل منحهم الرتب والشارات لوقوفهم إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية وضمان تأييدهم لثورة الحجاز وقد ألقى كوكس في افتتاح المؤتمر كلمة أظهر فيها نيات حكومته الحسنة تجاه العرب التي ترغب بوحدتهم واستقلالهم أترون كم هم الإنجليز طيبون؟ وأعقبه في الكلام ابن سعود الذي وجه اللوم على العثمانيين لإساءتهم للعرب وما اقترفوه من سياسات خاطئة ضدهم الملاحظة من عندي ما حدث هو في زمن حزب الاتحاد والترقي كما تحدث آخرون وتم في ختام أعمال المؤتمر تقلد كوكس وسام نجمة الهند إلى ابن سعود وشيخ الكويت كما جرى حث جميع العرب على الالتحاق بثورة الحجاز وعندما أبلغ الحسين بن علي بنتائج المؤتمر استحسنه وقوى عزمه به طالبا من الحكومة البريطانية إبلغ أمراء العرب شكره وتهانيه بعدها أبرق إلى ابن سعود بواسطة كوكس يشكره على ما دار في المؤتمر ويحثه على الاتحاد وجمع كلمة العرب وكان ذلك أول مرة يجتمع فيها ابن سعود بشيوخ المحميات وبالمعتمدين البريطانيين في الخليج العربي كمجموعة وترك ذلك اللقاء انطباعا طيبا لهم وعلى أثر انتهاء أعمال مؤتمر الكويت وصل كل من ابن سعود والشيخ خزعل إلى البصرة في السادس والعشرين من تشرين الثاني الف وتسعمائة وستة عشر تلبية لدعوة من كوكس الذي سارع للاجتماع مع ابن سعود والشيخ فهد الهذال حاكم إعنيزة الذي تعهد بدوره على حماية الطريق الصحراوي بين بغداد ودمشق وتأمين المواصلات في المناطق التي وصل إليها النفوذ البريطاني في العراق على أن الدبلوماسية البريطانية استمرت ممثلة بكوكس موضوع الدراسة في محاولاتها الدؤبة إحلال الوفاق بين نجد والحجاز في وقت لا تزال فيه الحرب قائمة وكان مطلوبا من كوكس حتى فترة متأخرة بلغت عام 1917 أن يطمئن ابن سعود وقد قال له فيما يتعلق بتوقيع الحسين ابن علي لنفسه كمالك البلاد العربية فإنني أعلم أن حنكتكم السياسية ستجعلكم توافقون معي على أن إثارتكم هذه المسألة بينكم وبين الشريف في هذه المرحلة لا تستحق العناء وفي وسعكم أن تطمئنوا تماما أن هذا اللقب لا ينطوي على أي دلالة بالنسبة إلى شخصكم وعلينا الإشارة إلى المكانة التي تبوأها كوكس في إدارة شؤون الخليج والجزيرة العربية والإشادة التي تلقاها من الحكومة البريطانية إذ ذكر فيليب كريفس في كتابه حياة بيرسي كوكس ما يلي بشأن ما ورد أعلاه إن كورزون أو كورزون وزير خارجية البريطاني بعث برسالة إلى كوكس في الثاني والعشرين من كانون الثاني ألف وتسعمائة وسبعة عشر أشاد بها بجهوده في الحفاظ على المصالح البريطانية وإليكم نصها لقد قمتم بكل نبل بالمهمة التي وكلتها إليكم منذ ثمانية عشر عاما لقد جعلت من نفسك ملكا على الخليج وعندما تنتهي الحرب فسوف نعزز تلك المملكة ونعمل على أن لا يقوم أحد بانتزاع هذا التاج منكم هذه الرسالة إلى كوكس وليست إلى ملك عربي من جانب آخر خشي البريطانيون أن تؤدي حالة التوتر بين نجد والحجاز إلى اندلاع الحرب بين الجانبين مما يؤثر بالتأكيد على مصالحهم في المنطقة وعرقلة سير الحملة البريطانية لاستكمال احتلال مناطق العراق هذا من جانب وعلى الجانب الآخر وبسبب فتور نشاط الثورة العربية في الحجاز وازدياد عمليات تهريب الأسلحة من موانئ الخليج العربي عبر الجزيرة العربية إلى دمشق ومنها إلى وحدات الجيش العثماني فضلا عن مشاكل الحدود النجدية الحجازية التي بلغت الذروة مع مطلع نيسان 1917 فقد أرسل ريجنالد وينجيت المندوب السامي البريطاني في القاهرة مندوبا عنه إلى بغداد وهو رونالد ستورز السيكرتير السياسي للمندوب بالقاهرة لمناقشة الوضع بصورة عامة مع كوكس وميس بيل في أيار 1917 الذي اقترح ذهاب ستورز مندوبا خاصا عنه إلى ابن سعود ليعرض عليه خطة تهدف إلى تهدئة التوتر بين نجد والحجاز فضلا عن قضايا أخرى بيد أن إصابة ستورز بضربة شمس وهو في طريقه إلى نجد اضطرته لإلغاء سفرته مما استوجب إرسال وفد آخر إلى الرياض فاختار كوكس لهذه المهمة هاملتون F.E. هاملتون الوكيلة السياسية في الكويت الذي وصل الرياض في أوائل شهر تشرين الأول ألف وتسعمائة وسبعة عشر لكنه لم يباشر التفاوض مع أبن سعود بناء على أوامر كوكس حيث توصل لآراء جديدة بشأن المفاوضات بعد رحيل هاملتون وعليه فقد تم انتداب جون فيلبي ليخلف هاملتون في المفاوضات على أن يصطحب معه الكولونيل أوين F.C. أوين مستشارا عسكريا وممثلا عن الاستخبارات البريطانية في العراق يعد فيلبي أحد رجال مدرسة الهند البريطانية الذي وصل الرياض ليقيم فيها بصورة شبه مستمرة على رأس وفد بريطاني في الفترة من التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول ألف وتسعمائة وسبعة عشر حتى الأول من تشرين الثاني ألف وتسعمائة وثمانية عشر يعني سنة كاملة ويوما أو ثلاثة لتهدئة الأوضاع بين النجد والحجاز فضلا عن مناقشة موضوعات أخرى تناولت الدراسة بعضها واتضحت للمبعوث البريطاني بعد ذلك وفي ضوء استقرائه لأوضاع الجزيرة العربية فقد أدرك فيلبي أن مستقبل الجزيرة العربية سيكون مع ابن سعود وليس الحسين ابن علي وهو الأمر الذي ذكره فيلبي برسائله إلى كوكس ليبلغها بدوره إلى الحكومة البريطانية والمؤكدة على أهمية دور ابن سعود في التطورات السياسية والعسكرية التي كانت تشهدها منطقة الجزيرة العربية ظلت بريطانيا تراقب الأوضاع فيما يخص التوتر على الحدود النجدية الحجازية عن كثب لا سيما بعد أن وجه الحسين ابن علي كتابا إلى كوكس مؤرخا في الخامس والعشرين من كانون الأول ألف وتسعمائة وسبعة عشر أرسله الأخير بدوره إلى وزارة الخارجية أعلمه فيه أن بعض شيوخ قبيلة اعتابة أو عتيبة في مكة المكرمة أبلغوا عن هجوم قام به النجديون بزعامة سلطان ابن نجاد الموالي لسلطانة نجد على تلك القبيلة الموالية للحسين قرب الغطغط طالبا تدخل السلطات البريطانية لدى ابن سعود بهدف حثه على أن يثبت بخطوات عملية عداوته للعثمانيين من خلال دعوته لأتباعه الابتعاد عن كل ما يضر بالعلاقات بين الجانبين وفي محاولتنا المتواضعة تقييم ما أدته بعثة فيلبي حول محاولتها تحسين العلاقات النجدية الحجازية بالقول في عدم تمكنها من إقناع ابن سعود بتغيير سياسته تجاه شريف الحجاز للأسباب التي أوردناها سلفا وربما كانت السياسة البريطانية مخطئة في اعتماد سياستها العربية في الجزيرة العربية على الحسين بن علي فقط دون النظر إلى القوى الأخرى وفي مقدمتها إمارة نجد والأحساء وقد رد ابن سعود على دعوة فيلبي التفاهم مع شريف الحجاز ردا إيجابيا إذ قال إنه على استعداد للتفاهم معه متى ما اعترف بحقوق نجد وسلم بها وهو ما كان يعترض عليه الشريف الأمر الذي مهد لحدوث توترات جديدة في العلاقات بين نجد والحجاز وهو ما سنحاول عرضه باختصار في الصفحات القادمة وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 فقد انفرد البريطانيون بنفوذهم في الخليج العربي والجزيرة العربية واستغل كوكس خروج روسيا من الحرب ليعلن إلغاء الاتفاقية البريطانية الروسية الموقعة عام 1907 الاتفاق الودي وبذلك تحقق حلم الإمبراطورية البريطانية من قبرص إلى بومباي قبرص في شرق البحر المتوسط وبومباي مدينة في غرب الهند وعلى صعيد الموقف البريطاني من الخلاف النجدي الحجازي نلاحظ استمرار السياسة البريطانية على نهجها في تفضيل الحسين بن علي على ابن سعود في تعاملها مع أحداث الجزيرة العربية وتطوراتها الأمر الذي أفقدها لعامل الموازنة بين قوتين رئيسيتين في المنطقة مما ترك آثاره السلبية على علاقات الجانبين ذلك أن الحسين بن علي كان قد اقتنع منذ خريف 1918 أنه هو المسؤول عن طرد العثمانيين من الجزيرة العربية فأصبح يمثل رمز العرب ومن ثم كتب إلى ابن سعود يطلب منه وقف أي ادعاء لسلطنة نجد على قبائل اعتابة على حدود الحجاز مع نجد فكان ذلك من الأسباب المهمة لإثارة استياء ابن سعود الذي أخذ يتبع سياسة أكثر حذرا مع الحسين كما أخذت تراوده الشكوك من السياسة البريطانية المتبعة في الجزيرة العربية يطلح لنا من عرض الصفحات السابقة أن الاهتمام البريطاني في كيفية التعامل مع التطورات السياسية في الجزيرة العربية والخاصة في العلاقات النجدية الحجازية بوصفها كانت ترجح في صلاتها الحسين على حساب أمير نجد والأحساء وهو ما لمسناه في أكثر من مناسبة بدءا من رحلات شيكسبير المبعوث البريطاني إلى الرياض ومرورا بما ورد في اتفاقية دارين عام 1915 الموقع بين كوكس ممثلا لبريطانيا وابن سعود وانتهاء بالبعثات البريطانية التي وفدت للقاء الأخير لا سيما بعد قيام ثورة الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية متحالفا مع بريطانيا في محاولاتها لاستمالته للوقوف معها لتحقيق الهدف البريطاني في احتلال العراق وإشغاله الدولة العثمانية واستنزاف قدراتها في الدخول بحرب انطلقت من مكة المكرمة وانتهت بدخول قوات فيصل ابن الحسين سوريا وبذلك خرج العثمانيون خالي الوفاض من تلك المناطق فعزز ذلك من قوة النفوذ البريطاني في المشرق العربي بالتنسيق مع فرنسا اثنان دور بيرسي كوكس والمبعوثين البريطانيين لوقف النزاع المسلح بين نجد والحجاز على تربة والخرمة من الف وتسعمائة وثمانية عشر الى الف وتسعمائة وعشرين اخذت العلاقات بين ابن سعود في نجد والحسين ابن علي في الحجاز تزداد سوءا حتى كان الصدام بينهما امرا وشيكا ومحتوما وعلى الاخص عندما خرج العثمانيون من الحرب العالمية الاولى وتركوا حلفاءهم الى الرشيد امام ابن سعود في حين كان الحلفاء في مؤتمر الصلح مجغولين بالمسائل الدولية الكبرى لا يلتفتون الى ما يجري داخل الجزيرة العربية الا التفاتة عابرة وقد ازدادت توترات الوضع على الحدود المشتركة بين نجد والحجاز بسبب المشاكل التي وقعت في كل من واحتي تربة والخرمة والتي كان يقطنها افراد من سبيع والبقوم وبعض قتيبة والاشراف ارجو ان تكون قراءتي للاسماء صحيحة والسيادة في كليهما بيد الاشراف العبادلة وكان اهلها من ايام الدولة السعودية الاولى قبلوا الدعوة السلفية وظلوا يحسبون الى سعود حكامهم وائمتهم غير ان الشريف حسين اتخذ وجود الاشراف فيهما وسيلة للادعاء بتبعيتهما للحجاز مع عدم ادراكه التغيير الذي حصل بين القوى السياسية في الجزيرة العربية بعد الحرب فراح يعمل على عودة نجد على الحدود التي كانت عليها قبل الحرب لذلك اخذت علاقاتهما تشكلان خطرا تحمل الحسين ابن علي قصطها الاكبر وترجع تلك المشكلات الى تنامئ الحركة السلفية عند الحدود المشتركة بين نجد والحجاز واعتناقها من قبل بعض سكان المنطقة يأتي في مقدمتهم الشريف خالد بن لؤي امير واحة خرمة الذي صار من اتباع الحركة ولم يتخلى عنها رغم اعتقاله من قبل الحسين ابن علي عدة شهور فما كاد يصل الواحة بعد اطلاق سراحه حتى كتب الى الحسين يعلمه باستقلاله كما شرع في حجد اتباعه من قبيلة اعتيبة او عتيبة وعزمه طلب الحماية من نجد وسرعان ما امست الخرمة مركزا للحركة السلفية واخذ دعاتها بنشرها بين القبائل وترجع مصادر تاريخية تأخر اتخاذ بريطانيا لاجراءات من شأنها وقف ذلك التدهور في العلاقات النجدية الحجازية الى تركيز جهدها بالعمليات العسكرية خلال الحرب التي اثرت في ذلك اضافة الى عوامل اخرى وتمثلت بدخول الجنرال الليمبي حياته من الف وثمانمائة وواحد وستين الى الف وتسعمائة وستة وثلاثين الجنرال الليمبي القائد العام لجيوش الحلفاء مدينة القدس في التاسع من كانون الاول الف وتسعمائة وسبعة عشر وما حظي به دور المقاتلين العرب والاشراف من اسهام بخروج العثمانيين من الجزيرة العربية والاردن باتجاه وصولهم الى دمشق ومن دعم الكولونيل لورانس من المكتب العربي في القاهرة مما جعل بريطانيا لا تشعر بالحاجة الى ابن سعود وقت ذاك لو لا مساعي ارنولد ويلسون الحاكم السياسي في العراق اذ ابلغت السلطات البريطانية في الخليج العربي كوكس عند زيارته لندن في اواخر اذار 1918 عن ذلك التحول في سياستها في الجزيرة العربية وطلب اللورد بيلفر وزير الخارجية من السير وينغت المندوب السامي في القاهرة بالتأكيد على الحسين ابن علي ضرورة ضبط النفس وتجنب الصدام مع ابن سعود مؤكدا حرص حكومته على احلال الامن في الجزيرة العربية لكن الحسين ابدى موقفا سلبيا من تلك الدعوات وعلى الجانب الاخر المتعلق بامير نجد والاحساء فانه على ما يبدو كان مستعدا لقتال الحسين لكنه ان فعل ذلك فسوف يصطدم مع البريطانيين وانه في ذلك الوقت سينفع العثمانيين وعلى الرغم من ذلك فقد دفعت هذه التطورات بالحسين في مطلع ايار 1918 الى معاتبة ابن سعود ودعوته لترك قبائل اعتابة وشأنها مع تعهده بتجنب ما يضر بمصالح نجد مع ان سكان الخرمة صاروا من السلفيين بقيادة خالد ابن لؤي الذي تنازع مع الحسين وجعلوا انفسهم تحت حماية ابن سعود وقد طالب الحسين الحكومة البريطانية بدعوة ابن سعود الانسحاب عما لم يكن تحت ادارته قبل الحرب وخلالها مؤكدا انها اذا ارادت بقاءه في الحجاز فعليها حمل ابن سعود على سحب قوته من الخرمة الا ان واقع الحال كان ينذر بوقوع النزاع العسكري بين الطرفين فقد ادى بقاء خالد ابن لؤي في الخرمة ثائرا على الحسين الذي ظل مسرا في موقفه ان الخرمة يجب ان يعاد اخضاعها لسلطانه وبعد ان انتظر طويلا قرر اللجوء الى العمل العسكري فامر نجله الثاني عبدالله مطلع تموز 1918 ان يزحف من المدينة بقواته النظامية وغير النظامية لاستعادة الخرمة واخراج خالد وقواته منها فكان رد فعل ابن سعود ان ارسل من يستوضح عن حركة عبدالله فاجاب بانه لا يقصد سوى تأديب العصات من رعاية الحجاز وبعد ذلك بايام جاءت قوة عسكرية ارسلها الحسين بقيادة عبدالله ابن حمزة القعر لاحتلال الخرمة لكنها ارتدت على اعقابها ثم بعث بحملة اخرى بعد شهور بقيادة الشريف شاكر ابن زيد دون تحقيق نجاح يذكر اعقبتها حملة ثالثة ولم يكن نصيبها افضل من الحملتين السابقتين فاستنجد اهلها بابن سعود الذي اخبر السلطات البريطانية بذلك فامرت الحكومة البريطانية معتمدها في جدة ابلغ الحسين عدم التعرض للواحتين قبل ان تنتهي الحرب العالمية الاولى ولكن الاخير تمادى في موقفه واخذ يهاجم ابن سعود ويتهمه في امداد الثائرين بما حصل عليه من المنهوبات التي سلبها من القبائل الموالية لال الرشيد في حائل كان من الطبيعي ان تثير السياسة البريطانية القائمة على مؤازرة الحسين ابن علي وتجاهل دعوات ابن سعود حول نزاعهما في الخرمة وتربة استياء الاخير الذي عبر عن امتعاضه من تلك السياسة في اثناء استقباله في البي موفدا من المكتب العربي بالقاهرة مطلع تشرين الاول 1918 في الرياض بقوله من الذي يستطيع الوثوق بالانجليز بعد كل هذه المناورات اذا كانت حكومتك تأبأ العدول عن سياستها فسترى ماذا استطيع ان افعل والله ان الشريف حسينا هو وحده المسؤول عن هذه الطعنات التي تطعنني بها الحكومة الانجليزية واني لاعجب كيف استطاع الحسين ان يخضع الانجليز في مصر كل هذا الخداع ويموه عليهم كل هذا التمويه واني مصر على مهاجمته مهاجمة عنيفة اذا كانت حكومتك ستصر على معاملتي بمثل حيز تام للحسين وتبع ذلك ان ارسل فيلبي تقريرا الى حكومته في كانون الاول مقترحا اقامة حدود سياسية بين نجد والحجاز على اساس السماح للحسين بالسيادة على مساحة لا تبعد كثيرا عن الخرمة من الاراضي المحيطة بالطائف ومذكرا اصرار ابن سعود على ضم الخرمة لممتلكاته لكن الحكومة البريطانية ردت على ذلك بان انذرت الاخير في الثالث عشر من كانون الاول بسحب قواته من الواحة لخشيتها من تهديدها للحجاز وتأكيدا لالتزامها بسياسة دعم الحسين ابن علي مقابل ان تتعهد بريطانيا بضمان عدم قيام الحسين بتهديد الحدود النجدية وقد اخبرته بالتوقف عن التدخل العسكري وانه اذا قام بهجوم على الخرمة فسيفعل ذلك بمسؤوليته وهناك مخاطر من عمله هذا ولم تكن الحكومة البريطانية بمعزلا عن الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط ومنها ما يتصل بالجزيرة العربية ونزاع الحدود النجدية الحجازية فاظهرت اهتماما بالمشاكل في عموم المنطقة فعقدت وزارة الخارجية مؤتمرا في لندن منتصف اذار 1919 برئاسة اللورد كارزون وزير الخارجية والذي كان من مقرراته ذات الصلة بهذه الدراسة التزام بريطانيا بمساندة الحسين باتباعها ما عرف بالسياسة الحسينية وابلاغ ابن سعود عدم قيامه بأي عمل عسكري بشأن الخرمة وتربة ولسيما بعد اخفاق الحسين بتحقيق نصر حاسم بالصراع مع أمير نجد والأحساء واستنادا لما أوردته المصادر البريطانية فإن ابن سعود بعث برسالة إلى المندوب السامي في بغداد مؤرخة في السابع والعشرين من نيسان 1919 يخبره بذهابه إلى الحدود الغربية المحاذية للحجاز للحيلولة دون وقوع أي اضطرابات بين العشائر في مناطق الحدود التابعة له وتلك التي تتبع الحسين مما يدلل على عدم رغبته في تأزم الوضع على الحدود مع الحجاز إلا أن الأخير أرسل حملة أخرى للالتحاق بالحملة الأولى التي أمر بتوقفها في الثالث من كانون الثاني 1919 وللاجتماع به أيضا قبل الدخول في معركة فاصلة فيما تحركت قوات نجدية بقيادة سلطان ابن نجاد نحو الخرمة وانضمت لقوات خالد ابن لؤي بينما كان عبدالله يتجه شرقا نحوها وبعثت الحكومة البريطانية عن طريق معتمدها في جدة رسالة إلى الحسين تحثه على ضبط النفس وعدم مهاجمة الخرمة إلا أنه استمر في تجاهل التحذيرات البريطانية من قوة النجديين لاعتقاده أن قوات عبدالله النظامية ومدافعه ستقلع النجديين من الخرمة وتمنعهم بالتالي من التدخل في شؤون الحجاز ورغم هذا الجو الملبد بغيوم تصاعد الأزمة بين الجانبين فقد بادر ابن سعود على ما يبدو ولأجل الحيلولة دون نشوب نزاع عسكري لا يمكن التنبؤ بمخاطره على استقرار الجزيرة العربية فقد بعث برسالة إلى الحسين مؤرخة في السابع عشر من آذار الف وتسعمائة وتسعة عشر يدعوه إلى التعاون معا لصالح شعبيهما وفيما يأتي نصها من الضروري أن نحاول ونجتهد لتحقيق الاتحاد الذي سوف يؤدي لرفاهية شعبنا العربي ولكي ننجح في الحصول على توحيد كلمتنا أنا واثق كل الثقة أن كتابي يكون إن شاء الله بداية حسنة ومدخلا لمستقبلنا في التعاون والعمل معا في سبيل تحقيق التوافق الدائم لتقوية الصداقة والمودة وبسبب عدم نجاح محاولات وقف الحرب لاختلاف وجهات نظر الطرفين بشأن انسحاب قواتهما وقضايا أخرى مختلف عليها من ذلك اشتراط الحسين قبوله الصلح في انسحاب قوات ابن سعود إلى نجد مقابل انسحاب العشيرة ليتسنى لابن سعود ارسال احد انجاله او اخوانه للتفاوض الا ان ذلك لم يتحقق فاتجهت الامور نحو الحرب اذ انتهز الحسين فرصة استسلام حامية المدينة العثمانية اي حامية المدينة المنورة العثمانية بقيادة فخر الدين باشا واستولى على ذخيرتها وسلاحها فاعد قوة بقيادة ابنه عبد الله وامره بالهجوم على الخرمة والتربة والذي تمكن من دخول التربة في الحادي والعشرين من ايار 1919 بعد معركة قصيرة ولم يشأ ان يسحف مباشرة الى الخرمة بعد ان بلغه تقدم القوات النجدية اليها ونيتهم في مهاجمته واستعد عبد الله للمعركة فاستنجد اهل التربة بابن سعود الذي ارسل قوات بلغ عدد افرادها قرابة 25 الف رجل من عتبة وحرب وامطير وغيرها الى تربة الواقعة على حدود نجد الشرقية بقيادة خالد بن لؤي الذي باغت قوات عبد الله فيها منتصف ليلة الخامس الخامس والعشرين السادس والعشرين ايار الف وتسعمائة وتسعة عشر وحقق انتصارا على قوات عبد الله المؤلفة من خمسمائة من الجنود النظاميين وثمانمائة من اهل الحجاز ولم ينج منهم سوى عدد قليل بينهم عبد الله الذي نجى بنفسه واجبرت قواته على التراجع باتجاه الطائف فيما قام والده الحسين بابلاغ المعتمد البريطاني في جد بذلك الذي اخبره انه سينقل شكواه على الحكومة البريطانية لخوفه من تعرض الحجاز لهجوم من رجال ابن سعود جاء رد الفعل البريطاني ازاء ذلك في طلب حكومتها من ابن سعود العودة الى نجد تجنبا لاتساع الحرب ومشاركة فيلبي ممثلا لحكومة الهند في عقد مؤتمر او في عقد مؤتمر دوائر الشرق الاوسط الثاني في لندن بتاريخ الخامس عشر من ايلول الف وتسعمائة وتسعة عشر التي اوعزت الى فيلبي التوجه الى الرياض لابلاغ ابن سعود سحب قواته الى الرياض وقد تزايد الاهتمام البريطاني بالجزيرة العربية بعد قيام ثورة العشرين التحرورية في العراق ضد الاحتلال البريطاني وتزامن ذلك مع اشتداد التوتر على حدود نجد والحجاز لذلك اجتمع كوكس وهو في طريقه الى بغداد لاستلام مهام عمله مندوبا ساميا لبريطانيا في العراق مع ابن سعود بالعقير في نهاية اب الف وتسعمائة وعشرين وهنا اخذت الشكوك تساور امير نجد والاحساء بشأن مدى مصداقية السياسة البريطانية في الجزيرة العربية ولسيما في العلاقة معه بسبب تركيز كوكس وحثه لابن سعود على اهمية القضاء على حكم ال الرشيد في حائل واستنادا الى تلك المعطيات لم يكن الوضع على الحدود النجدية الحجازية يبشر بتحسن ما كما يتضح من الاستياء الذي عبر عنه ابن سعود في البرقية التي ارسلها الى الميجر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في البحرين المؤرخة في اواخر كانون الاول الف وتسعمائة وعشرين واشار فيها الى التحركات علي ابن الحسين في اطراف تربة على القبائل التي كانت موالية لسلطنة نجد القاطنة على حدود نجد مع الحجاز رغم الهدنة الموجودة بين الجانبين وما تبع ذلك من ازنياد مخاوف سلطان نجد الذي صار محاطا مع اطلالة عام الف وتسعمائة وواحد وعشرين بالاعداء من اهل الرشيد في حائل فضلا عن الحسين ابن علي في الحجاز وولديه فيصل الذي اصبح ملكا على العراق وعبد الله اميرا على شرق الاردن وهو ما سنتناوله في الصفحات القادمة من جانبا اخر اخذت الهوة تتسع بين الحسين والسلطات البريطانية جراء معركة تربة وما تركته من اثار سلبية على العلاقات النجدية الحجازية ومما زاد في اتساعها سكوت الجانب البريطاني عن الحاق تربة والخرمة بنجد وتخفيض مساعدتها السنوية للحسين مقابل حصول تحسن في العلاقات النجدية البريطانية فكان رد فعل الحسين على تلك السياسة البريطانية التي اخذت تميل الى جانب ابن سعود هو في اصداره امرا تضمن منع الحجاج النجديين من اداء فريضة الحج بالاماكن المقدسة في الحجاز وهو الامر الذي سنحاول تسليط الضوء عليه في المبحث القادم ثلاثة الوساطة البريطانية ممثلة ببيرسي كوكس واخرين بشأن مشكلة الحج بين نجد والحجاز وانعقاد مؤتمري العقير والكويت لتسوية خلافاتهما الحدودية من 1920 الى 1923 احتلت مشكلة الحج وتوافد الحجاج النجديين لأداء فريضة الحج بالاماكن المقدسة في الحجاز جانبا من النزاع النجدي الحجازي في السنوات التي اعقبت نهاية الحرب العالمية الاولى وبالتحديد منذ عام 1920 بعد معركة تربة بسبب رفض الحسين ابن علي دخولهم الحجاز لأداء تلك الفريضة بمعزل عن سلاحهم الذي يبرره ابن سعود انه ضروري لحماية انفسهم من مخاطر الطريق فضلا عن قيود اخرى عمد الحسين الى فرضها على الحجاج النجديين ومن جانبه فلم يغفل كوكس عن تلك المشكلة فقد حث حكومته لدفع الحسين الى ما يسوي هذه المشكلة وجاء في مذكرة مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية الى وزارة الهند الجنرال حداد باشا ممثل الحجاز في لندن بتاريخ السادس من اذار 1921 ما يوضح اهتمام الحكومة البريطانية بتلك الاحداث واليكم نصها سيدي امرني اللورد كيرزون وزير الخارجية ان احيطكم علما بانه قد وصلت برقية من السير بيرسي كوكس يؤكد فيها ضرورة التوصل الى تفاهم واضح بين صاحب الجلالة الملك حسين وابن سعود بشأن الحج هذا العام كما انه لا يمكنهم ذلك دون ان يكون بحوزتهم ما يكفي من الاسلحة للدفاع عن انفسهم خلال الرحلة مع ذلك عبر ابن سعود عن استعداده لاعطاء كافة الضمانات ان الحجاج من النجديين لن يتورطوا في اي عمل عدواني بشرط ان يتلقى تأكيدات كتابية من الملك حسين بانهم سيلقون معاملة كريمة اسوة بجميع الحجاج الاخرين من جانب اخر دعا كوكس الذي كان قد وصل البصرة قادما من العقير بطريقه لتسلم منصبه مندوبا ساميا لبريطانيا في بغداد الامير فيصل ابن الحسين الى الاسهام بتسوية هذه المشكلة التي اثرت في توتر العلاقات النجدية الحجازية واضرت بالتالي في موقف بريطانيا الراعي لحل تلك المشكلات في اقناع والده القبول بالمصالحة وقد اعرب فيصل عن شكوكه من نوايا سلطان نجد في ادخال الالاف من رعاياه الى الحجاز تحت اسم الحجاج جاء ذلك في رده على دعوة المسؤول البريطاني من جانب اخر حظيت قضية الحج التي جددت النزاعات بين نجد والحجاز فضلا عن عوامل اخرى اوردها البحث باهتمام الحكومة البريطانية اذا عقدت وزارة المستعمرات مؤتمرا في القاهرة في المدة بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من اذار الف وتسعمائة وواحد وعشرين بخصوص سياستها بالجزيرة العربية والعراق وفلسطين وشرقي الاردن فقد بعث وينستون شيرشيل وزير الخارجية لشؤون المستعمرات ببرقية الى رئيس الوزراء في العشرين من اذار الف وتسعمائة وواحد وعشرين ورد فيها ما يخص العلاقات النجدية الحجازية ومقترحات الوزارة لمعالجة مشكلة الحج ومحاولة تهديئة الامور بين ابن سعود وشريف الحجاز وفيما يأتي نصوصها ذات الصلة بالبحث ابن سعود يملك القوة لمهاجمة الفرات الاوسط الذي اغار عليه بعض اتباعه قبل اسابيع قليلة وان بتقليص حاميتنا فان عناصر غير نظامية سوف تتشجع وان وصول فيصل سوف يزعج ابن سعود لذلك اقترح ان هذه المعونة المالية يجب زيادتها الى مئة الف باون في السنة تدفع شهريا بشرط المحافظة على السلام مع العراق والكويت والحجاز ويعتقد السير بيرسيكوكس ان المعونة بهذا المبلغ سوف تؤكد حسن نيته في فترة عصيبة ويمكن ان تقلل في ظروف ويمكن ان تقلل في ظروف مستقرة ويجب معاملة الحسين وابن سعود على قدم المساوات واقترح اعطاء حسين معونة مشابهة بشرط تحسن ترتيبات الحج وتعهده بالاعتراف بمعاهدات السلام واستعمال تأثيره في توطيد النظام والحكم الصالح في مناطق عربية وجدير ذكره ان المؤتمر عقد برئاسة السير فرانسيس وينغيت المندوب السامي في القاهرة بحضور الجنرال كيلبرت كلايتن والكومودور ديفيد هوغارت والميجر كورون واليس وهم ممثلوا المكتب العربي في القاهرة وبحضور الكولونيل ارنولد ويلسون ممثل الحكومة البريطانية في الحجاز وكان كوكس هو الممثل الوحيد لموظفي الخليج وحكومة الهند لكن خبرته الواسعة ومعرفته بحقيقة الامور في الجزيرة العربية وإلمامه بتفاصيلها الدقيقة ساعده في إقناع المجتمعين باستحالة تكوين اتحاد عربي تحت زعامة الشريف حسين وتحدث كوكس بالاجتماع في استعراض مركز ابن سعود فأبان أنه يشك كثيرا في نيات الشريف فضلا عن التنافس بين الزعيمين وأدل كوكس بيقينه من أن ابن سعود لن يقبل زعامة الشريف مطلقا رغم احترامه للشريف لمكانته العائلية كما أوضح أنه كان صريحا ومخلصا في كل تعاملاته مع الحكومة البريطانية وهو شخصيا لا يعتقد أن ابن سعود ينوي مهاجمة الشريف وتهديد مدن الحجاز وأن ارتياب ابن سعود في نيات الشريف تقضي عليه أن يعزز مركزه في بلاده ويدعم سلطانه فيها تردد اسم كوكس كوسيط يمثل الحكومة البريطانية في استمرار الاتصالات مع الجانبين النجدي والحجازي والعمل على تسهيل دخول الحجاج النجديين لأداء فرضة الحج بالأماكن المقدسة في الحجاز فحينما حل موسم الحج لعام 1922 أكد الحسين ابن علي على موقفه من حج النجديين واتصل هو والأمير زيد ابنه بالملك فيصل والذي أصبح ملكا على العراق في الثالث والعشرين من آب 1921 وأوضحا له خطورة الوضع في هذا الموسم كالعادة بسبب اعتزام الحجاج النجديين أداء الحج مسلحين ذهب زيد مبالغا باحتمال نشوب القتال داخل الحرم إذا ما تم دخولهم الحجاز وأعرب الحسين لنجله فيصل عن عزمه على الانسحاب مع حكومته إلى جدة في حال تقدم الرعاية النجديين إلى بلاده لذلك اتصل الملك فيصل بكوكس المندوب السامي البريطاني في بغداد معربا له عن الخطر المحتقي بعائلته وقد حاول وقد حاول المسؤولون البريطانيون إيجاد ما يهدئ الموقف إذ عرضت ميس بيل المستشارة الشرقية للمندوب السامي في بغداد والملك فيصل نفسه اقتراحا بوقف الحج من نجد سنة أخرى فلم يوفقا في ذلك ومع ذلك فقد أخذ كوكس الذي كانت تربطه صداقة واحترام متبادلان مع ابن سعود على عاتقه مهمة إقناعه ومعاتبا إياه على الأحداث التي سببها أتباعه في أيار 1922 فبعث إليه رسالة شخصية بواسطة الوكيل السياسي بالبحرين أعرب فيها عن قلقه من أن تؤدي العلاقات الساخنة القائمة بين بعض رجال العشائر النجدية والحجاز إلى نزاع بسيط ينتج شرارة صغيرة تؤجج نارا كبيرة وأبدى له أنه إذا كان يصعب عليه إقناع رعاياه بعدم الذهاب إلى الحج سنة أخرى وهو أمر يتفهمه فإنه يناشده خفض أعداد الحجاج من نجد إلى أدنى حد ممكن وأن يرسل معهم ممثلين يثق بهم ليثبت للحكومة البريطانية وللعالم أجمع أن رعاياه هم تحت سيطرته الكاملة ومع إمكانية دخول الحجاج النجديين الحجاز فقد شدد كوكس على أهمية اتخاذ الجانبين الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة التوتر بين نجد والحجاز وإذا كان من الصعب على ابن سعود منع أتباعه من الحج هذا العام فإن كوكس يناشده بإرسال من يعتمد عليه من مبعوثيه القادرين على تحمل مسؤولية رعاياه الوافدين إلى الحج واستجابة لهذه المساعي التي بذلها كوكس ممثلا للحكومة البريطانية أعرب الحسين ابن علي عن موافقته على قدوم الحجاج النجديين لكنه اعتبر في المقابل أنه غير مسؤول عما يقع خلال الحج هذه السنة أي 1922 فيما عبر ابن سعود عن ارتياحه إلى هذا الموقف ووعد كوكس بتقليل عدد الحجاج النجديين قدر الإمكان كما أرسل أحد إخوانه مع الحجاج وأشار إلى رغبته في الصلح مع الحسين وقد حج النجديون في تلك السنة تحت إمرة مساعد ابن سويلم وهو أحد كبار رجال ابن سعود بعد أن حدد عدد الحجاج ولم يحدث حادث مكدر ورحب الحسين بممثل ابن سعود والحجاج النجديين الذين كان عددهم أكثر من أربعة آلاف شخص على قول ابن سعود وتركت هذه الخطوة نتائج إيجابية في علاقات نجد مع الحجاج وفي الخامس عشر من أيلول 1922 أجرى ابن سعود اتصالا بكوكس عبر رسالة بعثها إلى الأخير عن طريق الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ذكر فيها إنه بذل كل جهد في السعي لتوطيد العلاقات الودية مع ملك الحجاج غير أن جهوده كما يرى لم تفلح على الرغم من أن الحجاج من رعاياه الذين بلغ عددهم في هذه السنة أربعة آلاف شخص فإنهم لم يحدثوا أي تشويش في مكة ثم أشار إلى أنه أرسل إلى الملك حسين رسالة ودية بيد أمير الحجاج إلا أنه أجاب على رسالته برسالة غير ودية وغير لائقة بشأني فكان ذلك مدعاة لاستمرار العلاقات غير الودية بين نجد والحجاز التي عكسها ابن سعود برسالة بعثها إلى كوكس بتاريخ الثاني من كانون الأول 1922 ونوردها على النحو الآتي لا يخفاكم أن أهل نجد قد حرموا من الحج لعدة سنوات وكنت طيلة هذه المدة أنا وعلمائي كارهين جدا منعهم من تأذية هذه الفريضة المقدسة وأحيطكم علما الآن بعجزي عن ذلك لأن الحج كما تعلمون وظيفة مقدسة وأنه لما يخالف وإنه لما يخالف تعاليم الإسلام أن أمنعه لذلك أخبركم بهذا الأمر لتكونوا على بينة تام على أن مؤتمر العقير المنعقد في أواخر عام 1922 برئاسة كوكس وحضور ممثلين عن مملكة الحجاز ونجد والعراق والكويت وما أقره من تسوية بشأن حدود تلك البلدان رغم عدم رضا تلك الأطراف على مقرراته إذ أخذ أراضي من الكويت أعطيت إلى نجد فيما أخذت أراضي من الأخيرة إلى العراق وعلى وفق الرؤية النجدية فإن تسوية العقير قد تركت آثارا سلبية على سلطان نجد الذي وجد نفسه محاطا بحدود يتوجب عليه احترامها فهو محاط من الشمال بالملك فيصل في العراق والأمير عبد الله في شرق الأردن وهو محاط من الشرق بمشيخات الشاطئ المتصالح المتمتعة بالحماية البريطانية ولم يبقى لابن سعود من متنفس إلا غربا باتجاه الحجاز وبذلك لم يحل تصديق معاهدة المحمرة وعقد ملحقي العقير الأول والثاني في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تلك الأطراف وعلى ذلك تجددت الهجمات النجدية منذ مطلع تشرين الأول 1923 على الخط الحديدي الممتد ما بين منطقة مداء صالح والمدينة المنورة وتخريبه فقدم فيصل ابن الحسين احتجاجا لدى هنري دوبس المندوب السامي في بغداد على تلك الهجمات فقررت حكومة الهند البريطانية عقد مؤتمر في الكويت لإيجاد تسوية سياسية من أجل معالجة الخلافات الحدودية النجدية الحجازية وكذلك بين الأولى وكلا من الكويت والعراق أي الحدود النجدية الكويتية والعراقية وفي الثاني من كانون الأول 1923 اتصل ابن سعود بكوكس معربا له عن عجزه في تحديد أعداد رعاياه من الحجاج الوافدين إلى الحجاز كالسابق وكرر موقفه هذا في الثامن والعشرين من هذا الشهر أما الحسين فقد رفض اقتراح السلطات البريطانية في عقد صلحا مع ابن سعود ما لم يتنازل عن المناطق التي احتلها من بلاده وهو الأمر الذي أثار استياء السلطات البريطانية بسبب موقف الحسين السلبي من قضية الحج فيما لا تزال تلك السلطات تمارس ضغوطا على ابن سعود لتحديد عدد رعاياه من الحجاج عبر مذكرة أرسلها دار الاعتماد البريطاني في جدة منذ الثامن من حزيران 1923 إلى وزارة خارجية حكومة الحجاز أدت هذه التطورات بالحكومة البريطانية إلى توجيه دعوات إلى تلك الأطراف لحضور مؤتمر يعقد في الكويت وقد وافق عبد الله أمير شرق الأردن على حضوره تحت إلحاح الحكومة البريطانية أما الحسين ملك الحجاز فقد رفض المشاركة في المؤتمر بسبب احتلال القوات النجدية لبعض أراضيه ولم يحضر وفد عن الحجاز كما لم تقدم حكومته اعتذارا وعد الحسين إنعقاده بغير الضروري مشترطا انسحاب هذه القوات مقابل اشتراكه في المؤتمر ولكن دوبس حذر من أن رفض الحسين المشاركة في المؤتمر سيكون له آثار سيئة على الحسين والحجاز خاصة أن ابن سعود أرسل مندوبه لحل المشاكل القائمة بين الدول الهاشمية ونجد بما فيها مشكلة النجد والحجاز وأبدى دوبس تخوفه من أن يكون رفض الحسين فألا سيئا على المؤتمر قد يؤدي إلى فشله فيما إذا انسحب وفد ابن سعود بحجة عدم وصول وفد الحجاز فدعى دوبس فيصل ليحث أباه على إرسال وفد يمثله للحيلولة دون فشل المؤتمر أولا وخسارة الحجاز وضياع مطالب الحسين ثانيا ورد فيصل حاثا دوبس التأثير على وزير المستعمرات ليضغط على ابن سعود ليكف عن شن غاراته على الحجاز فأصدر الأخير أوامره إلى الإخوان بإيقاف هذه العمليات ضد الحجاز وضد كل من العراق وشرقي الأردن وتبع ذلك مطالبة دوبس فيصل بتخويل ممثله صبايح نشأت لعقد معاهدة إن تم التوصل إليها مع نجد بخصوص شؤونهما لوحدهما بغض النظر عن الحجاز وشؤونه فأوعز فيصل لممثله مناقشة قضايا العراق مع نجد تلبية لرغبة دوبس وأجل البحث في مسألة الحجاز لحين اتفاق نجد مع كل من العراق وشرقي الأردن آملا بوصول وفد يمثل الحجاز رسميا أو أن يعهد الحسين لوفد شرقي الأردن بأن ينوب عنه في المؤتمر رسميا إذا استحال على الحسين إرسال وفد حجازيا يمثله فأصبح الباب مفتوحا لبدء المفاوضات في الكويت عاقد مؤتمر الكويت برغم تلك المعوقات أولى جلساته في السابع عشر من كانون الأول الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين برئاسة الكولونيل نوكس دون مشاركة الحجاز وقد وصف على أنه إحدى المحاولات الأخيرة التي بذلتها الحكومة البريطانية للحفاظ على قدر من السلطة للحسين بن علي في الجزيرة العربية ولعل كوكس كان موفقا في تقييمه بعدم مشاركة مندوب عن الحجاز في جلسات المؤتمر وأثر ذلك على مستقبل حكم الحسين في الحجاز وفيما يأتي ما قاله كوكس في معرض تعليقه على الموضوع إن أرضا تعادل ثلثي مساحة الكويت أعطيت إلى نجد غير أن حسين أضاع فرصته على دفع ابن سعود على الاعتراف رسميا بسيادة الحجاز عبر المساعي الخيرة لبريطانيا المساعي الخيرة لبريطانيا ولعله كان من الممكن تجنب دخول النجديين إلى الحجاز لو انتهز حسين الفرصة المتأخرة التي أتاحها له مؤتمر الكويت لإعطاء طابع رسمي لعلاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا أو ابن سعود لكن حسين قضى على هذا الخيار برفضه إرسال مندوب عنه إلى المؤتمر وبشأن الخلافات بين نجد والحجاز ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة فقد بدأ الاختلاف واضحا بين الطرفين إذ أظهر الجانب الأردني تعلقا واضحا بالحجاز وأصر على ضرورة أخذه بعين الاعتبار مع أن الحجاز رفض الاشتراك في المؤتمر كما طالب الوفد الأردني بانسحاب القوات النجدية من كل ما حازته من أراضي في تربة والخرمة وحائل وعسير الأمر الذي لم تشرع الرياض في مجرد التفكير به ونظرا لاختلاف وجهات نظر المندوبين فقد سمح رئيس المؤتمر للأخيرين بمراجعة حكوماتهم بشأن القضايا المختلف عليها وفي الثامن عشر من كانون الثاني الف وتسعمائة واربعة وعشرين عودت الوفود لاستئناف المفاوضات دون تحقيق تقدم إلا أن الحكومة البريطانية نجحت أخيرا في إقناع الحسين بإرسال وفد عن الحجاز إلى المؤتمر لاستئناف أعماله في أواخر آذار من العام نفسه غير أن إلغاء مصطفى كمال الخلافة الإسلامية في شباط من العام نفسه ملاحظة تم الإعلان عن إلغاء الخلافة الإسلامية في ثلاثة ثلاثة الف وتسعمائة واربعة وعشرين الثالث من آذار الأمر الذي استغله الحسين وعده الفرصة المناسبة فأعلن نفسه خليفة للمسلمين في الحادي عشر من آذار فأسرع فيصل الدويش بمهاجمة جنوب العراق في الرابع عشر من آذار ردا على مهاجمة شمر ولمطير اللاجئين بالعراق على أراضيه ولم يرسل الحجاز وفدا عنه لاعتذار ابن سعود عن إرسال أحد أنجاله للتفاوض مع الأمير زيد نجلي الشريف ثم استأنفى المؤتمر أعماله في الخامس والعشرين من آذار والتي اقتصرت على مندوبي نجد وشرقي الأردن حول خلافاتهما الحدودية إذ قررت بريطانيا هذه الجملة مهمة حول خلافاتهما الحدودية إذ قررت بريطانيا ضم العقبة ومعان إلى شرقي الأردن وهما المدينتان التي كانتا موضع نزاع بين شريف الحجاز وأمير شرق الأردن مما أدى إلى فشل المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات وتوقفت جلساته في التاسع من نيسان الأمر الذي مهد لصراع جديد بين نجد والحجاز مما يؤشر على فشل السياسة الحسينية التي اتبعتها بريطانيا فيما حقق ابن سعود نجاحات في اتساع أملاك دولته وأصبحت المواجهة حتمية بين الجانبين نستطيع القول في ضوء استقراء الأحداث السابقة ومعرفة مدى المساهمة البريطانية ممثلة بكوكس وشخصيات بريطانية في أدائها لدور الوساطة بين نجد والحجاز لإيجاد الحلول لمشاكلهما الحدودية فضلا عن مشكلة الحج التي تفاقمت بسبب إصرار كل طرف على موقفه الذي ينسجم مع أهدافه وسياساته وعلى الرغم من تمكن الدبلوماسية البريطانية من عقد مؤتمرات المحمرة والعقير وآخرها مؤتمر الكويت عام 1923 ولكن الذي يمكن استخلاصه في القول بافتقاد بريطانيا لسياسة الموازنة بين شريف الحجاز وسلطان نجد بل لاحظنا انحياز سياستها إلى جانب الأول لضمان ولائه للسياسة البريطانية واستمرار محاربة العثمانيين في العراق والشام غير أن تلك السياسة استمرت على حالها في السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى ورغم تعثرها في تحقيق الوفاق النجدي الحجازي وهو الأمر الذي اتضح في عدم نجاح مؤتمر الكويت عام 1923 في تحقيق تسوية ترضي تلك الأطراف مما عجل في وقوع النزاع العسكري بين الجانبين الذي قوض تلك المساعي البريطانية التي لم يحالفها النجاح يا مساكين في إرسال السلام بين نجد وكل من الحجاز والعراق والأردن مع التأكيد أن الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا مع تلك الأطراف لم تكن متفقة مع مصلحة أي من الطرفين بقدر اتفاقها مع أكبر قدر من المصالح البريطانية أهم شيء هو المصالح البريطانية في المنطقة وهو ما كانت ترمي إليه تلك السياسة في تحقيق أهدافها 4- الخاتمة يمكننا القول في تدوين استنتاجات البحث في النقاط الآتية 1- تبين لنا من مجريات الأحداث أن الاهتمام البريطاني بالجزيرة العربية ممثلا بنشاط كوكس الدبلوماسي وتحركاته السياسية قد بدأ مع قيام الحرب العالمية الأولى وحاجة بريطانيا إلى دعم شيوخ المنطقة وأمرائها إلى جهدها الحربي في محاربة الدولة العثمانية الذي اتجسد في حملتها لاحتلال العراق عام 1914 واستمرت بذلك حتى نهاية الحرب بدخول قواتها الموصل في الثامن عشر من تشرين الثاني 1918 واتبعت في ذلك وسائل عدة ما بين سياسية واقتصادية وعسكرية للوصول إلى تلك الغايات التي برزت واضحة في خسارة الدولة العثمانية للحرب وانفراد بريطانيا بالنفوذ في الجزيرة العربية بعد أن أعطت وعودا للحسين بن علي بإنشاء دولة عربية مستقلة تحت زعامته مقابل دخوله الحرب معها ضد الدولة العثمانية وهو الأمر الذي تحقق في إعلانه الثورة في الحجاز عام 1916 وبذلك قطفت بريطانيا ثمار سياستها تلك في المنطقة 2- ولأجل أن تحافظ بريطانيا على مصالحها في المنطقة حرصت على اتباع سياسة التهدئة بين أمراء الجزيرة العربية لا سيما بين نجد والحجاز ووقف تصاعد التوتر بينهما حول حدودهما لكنها لم تكن تولي الأمر اهتمامها الجدي بالواقع إذ سرعان ما نشب النزاع المسلح الحدودي بشأن تربة والخرمة عام 1918 والدعاء كل طرف في أحقياته بتلك المناطق وهنا نلمس دور كوكس في التوسط بين الطرفين ومحاولة التقريب بين آرائهما إلا أن القتال تجدد عام 1919 وانتهى بدخول القوات النجدية إلى تربة والخرمة وانسحاب قوات الشريف حسين إلى الطائف مما كان دافعا على معاودة بريطانيا لنشاطها السياسي في احتواء الأزمة والحيلولة دون اتساع الحرب وامتداد القتال إلى مدن الحجاز نفسها والطلب بوقف النزاع المسلح وسحب القوات ثلاثة على أن أثر كوكس في السياسة البريطانية قد برز أيضا في مشكلة الحج للنجديين الوافدين لأداء فرضة الحج في الأماكن المقدسة في الحجاز وما اتخذه شريف الحجاز من إجراءات لمنعهم من أدائها لأنهم حسب رأيه يهددون أمن الحجاج وهو الأمر الذي يرفضه وقد اتضح من البحث وساطة كوكس فضلا عن آخرين من المسؤولين البريطانيين في الوصول إلى توافق بين الجانبين عبر تخفيض عدد الحجاج أو التزام الجانب النجدي بعدم إثارة حجاج النجد المشاكل في موسم الحج وأمور أخرى تطرقت إليها الدراسة ويلاحظ نجاح كوكس في إتمام عملية الحج عام 1922 دون وقوع حوادث رغم ازدياد عدد الحجاج النجديين لالتزام الأطراف المعنية وحرصها في أداء تلك الفريضة المقدسة دون وقوع مشاكل أربعة وحينما وجدت الحكومة البريطانية عدم تمكنها في حل النزاع الحدودي بين تلك الأطراف دعت إلى عقد مؤتمرات برعايتها فكان مؤتمراء المحمرة والعقير عام 1922 برئاسة كوكس فضلا عن مؤتمر الكويت عام 1923 برئاسة دوبس وبحضور ممثلين عن نجد والأردن والعراق إلا أن ما تم الاتفاق عليه من تسويات سياسية في مؤتمراء المحمرة والعقير لم تحقق نجاحا فكان ذلك مدعاة لعقد مؤتمر الكويت الذي لم يحضره ممثل عن الحجاز فتعثرت أعمال المؤتمر ورغم المساعي البريطانية لإقناع شريف الحجاز بحضوره أو إرسال من يمثله ورغم عقد جلسات عدة في الكويت إلا أن اختلاف وجهات نظر ممثل تلك الأطراف وطرحهم لحلول تتضارب مع مصالح الطرف الآخر كلها عوامل حالت دون الوصول إلى اتفاق فكان ذلك مدعاة لتجدد النزاع المسلح الذي تمثل بدخول النجديين مدن الحجاز في عامي 1924-1925 بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية هذا الكتاب أو هذه الدراسة والتي يوجد في خاتمتها ملحقات من الصور والمراسلات والتي أتركها للمهتمين بها أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وأشكلكم جزيلا على وقتكم وصبركم والحمد لله رب العالمين